السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاء الله بهذا الدرس عدنا مجموعة من الأفعال المهمة في اللغة الإنجليزية نستخدمها بالدايلي روتينز بالروتين اليومي شين هاي الأفعال مثلا عدنا المثال الأول لمجموعة من هذه الأفعال عدنا اللاعم معناها يطفئ المنبه عدنا الفعل البعده معناها يستيقظ معناها يستيقظ معناها هو فعل باللغة الإنجليزية معناها يستيقظ أو أيقظ عدنا معناها ينهض ينهض من الفراش عدنا الفعل يأخذ شنو دوش أو نقول شنو أشواء عدنا معناها يأخذ حمام أو شنقول معناها تضاع المكياج مو مستحضرات التجميل بوت اون معناها يضاع زين تشيب معناها هذا الشخص يحلق شيب معناها يحلق تووش يور هير يعني شنو تغسل شعر رأسك زين ووش يور هير دراي يور هير تجفف شعرك دراي معناها يجفف زين توايرون ايرون معناها شنو يكوي توايرون الشارت زين عدنا توغيت دراست ماهناها يلبس الملابس Rein معناها شنو يلبس الملابس زين typically براش يور تيذ يعني فررش شنو الاسنان براش يور تيل معنا يفررش الاسنان زين واش يور فيس يعني يعني يخسل شنو وجهو أه وجهك واش يور فيس إذا طبعا هذا فى الأمر طبعا حسب زمن الجملة واش يور فيس معناها شنو يخسل الوجه طبعا الضمير يعني حسب الجملة وسياقها بس احنا راح ديناخذ المعنى العام brush your hair يعني شنه يمشط الشعع أو تمشط الشعع make the bed معناه يرتب الفراش make the bed زين قدنا هذه الصور to have breakfast معناه يتناول الفطوع أو شنقول to eat breakfast to do the house work يعني يؤدي لأعمال المنزلية الخاصة بالمنزل لشوفونا الصورة هي مواضحة أيضا to leave the house يغادر المنزل أو تغادر المنزل حسب الجنس ذكر أو مؤنن يعني ذكر أو أنثى to go to work إلى ذهاب للعمل to go to school إلى ذهاب إلى المدرسة to catch the train يعني معناه يركب أو يستقل القطاع to catch the bus معناه يركب الحافلة أو يستقل الحافلة to drive يقود شو بدأنا الفعال جدا مهمة نستخدمها بالdaily routines to arrive late يعني شنو تشوف هاي الصورة تتأشر لهم يعني واصلين متأخرين to start work يبدأ بالعمل بعد عندنا ايضا صور to have a break يأخذ استراحة عندنا الصورة البعدة to have lunch يتناول شنو الغداء أو نقول to eat lunch أو شنو يأكل الغداء تنصح to finish work شنو ينهي العمل يعني الصورة واضحة هذا الشخص منتهي من العمل زين to leave work يعني يغادر شنو المكان العمل to work overtime overtime معناه وقت اضافي to work overtime معناه يعمل وقت اضافي عندنا الصورة الاخرى هي to go home الذهاب الى المنزل to buy groceries احنا نقول لشراء البقالة يعني الامور المتعلقة بامور الطبخ اللي نحتاجها عملية الطبخ to buy groceries زين to cook dinner يعني شنو طبخ العشاء عندنا الصورة البعدة to have dinner يعني تناول العشاء أو to eat dinner أو شنو لأكل الطعام العشاء to clear the table معناه مسح أو تنظيف الطاولة عندنا الفعل البعدة to listen to the radio الاصغار الى الراديو to watch TV مشاهدة التلفاز to check your emails يعني تفحص بعيدك الالكتروني to check معناه يتفحص to have tea يتناول شنو أو يشرب شنو الشاي أو كوفي أو نقول drink tea أو كوفي يشرب يعني لو نستخدم بالفعل have or drink نيناتن صح to do the dishes يعني يغسل الصحون أو watch the dishes نيناتن هم صح walk the dog to walk the dogs يعني يمشي الكل يعني مثلا هذا عوتين يومي يخرج هذا الشخص ويمشي الكلب walk the dog to read newspaper معناه شنو يقرأ الصحيفة أو الجريدة نحن نقول to go out with friends الخروج مع الأصدقاء to go to a cafe الذهاب إلى مقهى to call a friend لمخابعة الصديق أو شنو your family عائلتك to do homework يعني عمل الواجب البيتي to put the children to bed يعني أخذ الأطفال إلى الفراش فراش النوم to take out يعني إخراج شنو the trash to feed the dog يعني يطعم الكلب أو الكات القطة to go to bed الذهاب إلى شنو إلى الفراش عدنا هاي أفعال مهم محاول إذن تعيد لفظها وتستخدمهم في جملة لأن إنت راح تستخدمهم بالdayly routines وتدخل في الكثير من الجمل الموجودة جميع المناهج الدراسية وداعتكم في السؤال عن هذا الدرس وهذا درس عام ما خاص بمنهج معين بس راح يفهمك منطقة بعض الجمل راح تفهم ذن الأفعال شنو وظيفتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته